اعوذ بالله من الشيطان الرجيم علم الانسان ما لم يعلم الحرف الرابح هو الثاء ثاء حرف الثاء ثاء السلام عليكم منزل السيد حرف الثاء اريدك في امر هام تعال حالا ان حرف الثاء من الحروف اللثوية الهامة ويلفظ لفظا سليما بوضع اللسان بين الاسنان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قل لي من انت انا سامحك الله يا جدي انا حرف الثاء الذي كلمته منذ قليل حرف الثاء اهلا نسيم نور ماذا حرف الثاء لا اظن ذلك اين لقاطه ماذا انا حرف الثاء صدقوني اين نقاطك اذا قل لنا في الحقيقة نريد اسبات شخصيتك يقول اسبات كلمة إثبات بالثاء يا نسيم أعرف يا جدي أنا أكتبها بالثاء لكن أنطقها بالسين خطأ يا نسيم خطأ السين يجب أن يكتب وينطق نطقا صحيحا أليس كذلك يا قلت لي من أنت الثاء أنا حرف الثاء يا جدي وأين الإثبات لحرف الثاء ثلاث نقاط ابحث عن شاهد عندها نصدق ولكن أي شاهد نقاط ثلاث تميزك عن حرف الباء وحرف التاء عند ذلك نقول لك ثاء أرجوك صدقني أيها الشرطين تعال واقبط على هذا الذي يدعي أنه الثاء فنحن لا نعرفه اسمعوني اسمعوني قليلا السلام عليكم ما المشكلة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا يدعي أنه حرف الثاء ما رأيه؟ انظر لا أصدقه لأن حرف الثاء له ثلاث نقاط ثاء فضل معلن ومن دون ثرثرة انتظر أيها الشرطي انتظر أيها الشرطي انتظر أيها الشرطي من فضلك إننا نقاط الثاء لا تأخذ لغنا لنا عن بعضنا أرجوك أرجوك الآن وبمجيء النقاط عرفنا أنك حرف الثاء لولا النقاط لما عرفناك نقاطي شقنا إليك استعدوا لأن تقفزوا واحد اثنان ثلاثة ثاء حرف الثاء ما رأيك أيها الجد الحكيم؟ هل نقبض عليه؟ لا داعي لذلك الآن لأن نقاطه جاءت وأيقلنا أنه حرف الثاء ثاء ثاء حرف الثاء نور نسيم أين نجد حرف الثاء؟ ثاء ثالب يأكل الدجاج ثاء ثرية ثرية تكتب الوظيفة ثاء ثعبان حيوان زاحف ثاء ثلج ثاء ثوب ثاء ثلج ثاء ث入 ثول ثاء ثم ثاء ثم ثم حرف الثاء الرابع فينا جاء لطيفا ليسلينا